بعد عام 2003 ازداد تدخل ايران في العراق وتفاقمت سطوتها على مؤسساته من خلال الميليشيات والاحزاب التابعة لها وعملت من خلال ادواتها هذه على تحقيق مصالحها على حساب تطلعات العراقيين الذين دفعوا ولا يزالون الثمن غاليا من مواردهم ومقدراتهم بسبب الاطماع الايرانية قطع المياه عن العراق احدى طرق ايران لابقاء العراق خاضعا لها فقد وظفت ايران هذه السلعة المهمة لخدمة اغراضها السياسية والاقتصادية كونها تتحكم بمصادر تلك المياه ومنابعها فايران اليوم تواصل قطع المياه عن العراقيين بالرغم من اعلانها العزمة على اجراء مباحثات مع العراقي بهدف التواصل الى اتفاق استراتيجي بين البلدين الامر الذي يؤكد نهجها في السيطرة على العراق وابقائه خاضعا لها وهو ما اكدته تصريحات المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعد خطيب زادة مؤخرا التي قال فيها ان للمياه موازين اخرى في حسابات السلطات الايرانية وعلى الرغم من المكانة الخاصة للعراق التي ادعاها سعد خطيب زادة في تصريحاته الا ان طهران تستمر بقطع المياه عند نهري سيروان والزاب الاسفل ما اثر بشكل كبير على جميع القرى الواقعة عند حوض النهرين في العراق وسيأثر حتما بحسب وزارة الموارد المائية في العراق على الخزين المتواضع في سدي دوكان ودربا دخان وبحسب الوزارة قامت ايران بتحويل جزء من مياه نهر الزاب الى بحيرة اوروميا وكذلك تحويل جزء من مياه نهر سيروان عن طريق نفق موسود الى مشاريع اروائية في مناطق كرمنشاه وسربيل زهاب ضمن حوض نهر الكرخة التأثيرات السلبية لقطع ايران المياه عن العراق اكدتها لجنة الزراعة والمياه النيابية حيث قالت مؤخرا ان ما يحصل من استقطاع لحصة العراق المائية امر خطير جدا وسيدر بالزراعة ويؤدي الى كارثة اذا استمر دعية الى عدم السكوت او التهاون في التعامل مع ملف المياه الملف الاكثر اهمية لدى كل الشعوب والدول